أصدقائنا العزيزية والطلاب الصف الثاني الأعدادي مشاهدين الكرامة السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم للصف الثاني الأعدادي حلقة مويزة لأن احنا هنبدأ نهاردة مع بعض نحل التقييمات الأسبوعية من كتيب التقييمات لمادة العلوم والنهاردة هنبدأ مع التقييم الأسبوعي للأسبوع الأول والتاني وموجودين عندنا في كتيب التقييمات في الصفحة رقم 6 وقبل ما نبدأ نحل التقييمات مع بعض من فضلكم بنتفعل على الفيديو من خلال الضغط على رمز عجبنا علشان ده بيوصل الفيديو لكل زملانا وكلهم يستفيدوا تعالوا نبدأ نحل التقييمات أول سؤال عندي بيقول لي أكتب ما تدل عليه العبارات التالية عندي عبارة تعريف معين وعايزين نكتب التعريف ده خاص بإيه أول جملة عندي بيقول لي كل ما له كتلة وحجم كل ما له كتلة وحجم بنطلق عليه كلمة مادة العبارة التالية حالة من حالات المادة لها شكل محدد وحجم ثابت إحنا طبعا عارفين الحالات الشائعة للمادة ثلاث حالات يا إما صلبة أو سيلة أو غازية والحالة الرابعة المقررة جديدة علينا السنة دي هي الحالة البلازمة واحدة منهم بيقول ليها شكل ثابت وإيضا حجم ثابت ما بتتغيرش هقول له هي الحالة الصلبة ثلاثة حالة من حالات المادة لها القدرة على الامتشار والانضغاط واحدة من حالات المادة نقدر نضغطها يعني نقلل حجمها وليها قدرة كبيرة جدا على إنها تنتشر في كافة الأرجاء هقول له هي الحالة الغازية النقطة رقم 4 بيقول لي حالة من حالات المادة حجمها ثابت وشكلها يتغير بتغير الإناء الحاوي له واحدة من حالات المادة حجمها بيكون ثابت ما بتغيرش ولكن لما بنوضعها في إناء معين بتاخد شكل الإناء ده على سبيل المثال زي الماء وزي الزيت هقول له هي الحالة السائلة أما النقطة 5 بيقول لي نظرية تفسير سلوك المادة وخصائصها النظرية اللي هي بتدرس سلوك المادة وخواص المادة هقول له هي النظرية الجسيمية اللي هي قالت إن المادة بتتكوم من جسيمات والجسيم الواحد بتكون من زرة أو مجموعة زرات مرتبطة معا العبارة 6 بيقول لي حركة جسيمات المادة في المواقع حركة عشوائية في جميع الاتجاهات المواقع دمواد لها القدرة على التدفق والانتشار زي المادة السائلة وزي المادة الغازية والحركة بتاعتها بتكون عشوائية على غير منظمة في كل الاتجاهات هقول له الحركة اسمها الحركة البرونية نسبة إلى مكتشفها العالم براون النقطة 7 حالة من حالات المادة تتكون عند تأيون الغازات إلى آيونات مجابة وإلكترونات سريبة الشحنة دي الحالة الرابعة للمادة وهي حالة البلازمة أما السؤال الثاني عندي في التقييم الأسبوع الأول والثاني بيقول لي علل لما يلي وأول عبارة بيقول لي المادة الصلبة لها شكل وحجمه محدد إيه السبب اللي بيخلي المادة الصلبة لها شكل وحجمه محدد ما بيتغيروش السبب في ذلك لأن أي مادة بتتكون من جسيمات والجسيمات دي بتكون مترابطة مع بعض بواسطة قوة اسمها قوة تجازب في المادة الصلبة قوة تجازب ما بين الجسيمات بتكون كبيرة جدا ولذلك المادة الصلبة بيكون لها شكل وحجمه محدد وبيكون من الصعب تفتتها أو تكسرها يبقى هكتب إجابة من السقة وهقول لزيادة قوة تجازب بين جسيمات المادة الصلبة وأيضا المسافات البينية ما بين الجسيمات بتكون صغيرة العبارة الثانية يعلل المادة الغازية ليس لها شكل سابت ولا حجم محدد المادة الغازية زي الهواء الجوي وزي أي غاز ليس له شكل وكمان ملوش حجم محدد يعني حجم واخد شكل معين أو حجم سابت لأن احنا نقدر نقلل الحجم عن طريق أن احنا نعمل ضغط للمادة دي المادة الغازية بتتكون أيضا من جسيمات وقوة تجازب ما بين الجسيمات دي بتكون ضعيفة جدا ولذلك الجسيمات بتكون حرة الحركة في كل الاتجاهات أيضا المسافات البينية ما بين الجسيم والتاني بتكون كبيرة جدا ولذلك أنا لو عندي مادة غازية زي العطر وفتحت زجاجة العطر في أي مكان في الغرفة في ثواني معدودة بلاقي أن العطر انتشر في كل أرجاء الغرفة السبب في كده لأن قوة تجازب زي ما قلنا ما بين الجسيمات بتكون ضعيفة والمسافات البينية ما بين الجسيمات بتكون كبيرة جدا العبارة الثلاثة بيقول لعليل المواد السائلة قابلة للإنسياد المواد السائلة زي المية عندها القدرة على أنها تنساب أو تتدفق أقول له لأن المسافات البينية ما بين جسيمات المواد السائلة بتكون كبيرة نسبيا يعني مش كبيرة جدا ولا صغيرة متوسطة أما قوة تجازب ما بين جسيمات المادة السائلة زي الماء بتكون ضعيفة نسبيا وده السبب اللي بيخلي المية لما بنحطها في أي إناء بتاخد شكل الإناء اللي موجود فيه العبارة رقم 4 بيقول لتتميز الغازات بقابليتها للإنطغاط إيه تفسيرك للغازات إنها قابلة لإنها تنضغط وحجمها يقل أقول له لأن المسافات البينية ما بين جسيمات الغازات بتكون كبيرة جدا وقوة تجازب اللي موجودة ما بين الجسيمات في المادة الغازية بتكون ضعيفة جدا أما العبارة اللي بعدها رقم 5 بيقول لتنتشر دقائق المادة في الغازات أسرع من انتشارها في السوائل لو عندي مادة معينة عايزة أخلطها مع الغازات بتنتشر بسرعة في الغاز عن انتشارها في السائل السبب في ذلك زي ما قلنا لغازات المسافات ما بين جسيماتها بتكون كبيرة جدا وده السبب اللي بيخال دقائق المادة الثانية بتنتشر بسرعة خلال المسافات البينية اللي موجودة ما بين الجسيمات وأيضا في الغازات بتكون قوة تجازب ضعيفة جدا العبارة ستة بيقول لتستخدم البلازمة في أنظمة تكييف الهواء ايه السبب اللي بيخلينا نستخدم في صناعة تكييف الهواء بنستخدم مادة البلازمة أو الحالة الرابعة تحديدا للمادة وهي حالة البلازمة هقول له السبب في ذلك لأن جزيئات الغاز المشهونة تقوم بتفكيك جزيئات الملوسات الضرة في الهواء وبالتالي بتجعل الهواء يكون نقي العبارة سبعة يصعب كسر قطعة من الصخر ايه السبب اللي بيخلي لو عندنا قطعة الصخر بيكون أحيان من الصعب علينا أن نكسر القطعة دي هقول له لأن قوة تجازب مبين جسيمات المادة الصلبة كبيرة جدا العبارة تمانية إمكانية زوبان كمية من ملح الطعام في الماء ايه السبب اللي بيخلي ملح الأكل أو ملح الطعام بيدوف المية لأن المية مادة سائلة المسافة البينية ما بين جسيماتها بتكون متوسطة أو كبيرة نسبيا ولذلك ده بيسمح لجسيمات الملح أنها تنتشر في المسافات البينية ما بين جسيمات المية ويحصل لها عملية الزوبان يبقى هنستقي إجابته وأقول لكبر المسافات البينية بين جسيمات الماء مما يسمح بانتشار جسيمات الملح خلالها العبارة تسعة انتشار الدخان الصادر عن فتيلة شمعة في الهواء ايه السبب اللي بيخلي الدخان اللي هو متصاعد من شمعة بينتشر في الهواء للأعلى؟ أقول السبب بذلك المسافات البينية ما بين جسيمات الهواء كبيرة جدا مما يسمح بانتشار جسيمات الدخان خلال تلك المسافات البينية ما بين جسيمات الهواء وبكده اصدقائنا العزان يكون شوفنا مع بعض تقييم الأسبوع للأسبوع الأول والتاني وحلناهم مع بعض ودلوقتي هنحل الواجب المنزلي للأسبوع الأول والتاني وبذكركم بالتفاعل على الفيديو مهم من خلال الضغط على رمزة عجبني علشان ده بيوصل الفيديو لكل زملائنا وكلهم يستفيدوا نبدأ نحل أسئلة الواجب مع بعض السؤال الأول عندنا بيقول لي أجب عما يلي ما العوامل التي تتوقف عليها حالة المادة؟ كون أن المادة تبقى سائلة أو صلبة أو غازية فيها عوامل بتأثر عليها علشان تبقى موجودة في الحالة دي إيه هي العوامل؟ هنقول له حالة المادة بتتوقف على ثلاث عوامل العوامل ده هي درجة الحرارة والضغط وقوة تجازب بين الجسيمات لأن قوة تجازب لو ضعيفة جدا يبقى المادة دي غازية لو قوة تجازب متوسطة يبقى المادة سائلة قوة تجازب كبيرة جدا يبقى المادة دي حالتها بتكون صلبة السؤال التاني بيقول لي ما العوامل التي تتوقف عليها سرعة الانتشار في المواع؟ المواع اللي هي المقصود بيها المادة في الحالة السائلة والحالة الغازية سرعة الانتشار في المواع بتتوقف على عاملين فقط هما درجة الحرارة والكتلة أما السؤال التالي بيقول لي هل يمكنك إمساك الهواء؟ ولماذا؟ طبعا كلنا لا يمكن أن نمسك بيء الهواء إيه السبب العلمي لده؟ لأن جسيمات الهواء بتتحرك حركة براونية يعني حركة عشوائية في كل الاتجاهات ويه السبب اللي بيخليها؟ حركتها حركة براونية لأن المسافات ما بين جسيمات الهواء كبيرة جدا يبقى هننسق الإجابة؟ هنقول لا يمكن الإمساك بالهواء لتحركه حركة براونية لأن المسافة البينية بين جسيماته كبيرة جدا أما السؤال الرابع بيقول لماذا ينسكب الماء إذا تم إمالة الكوب الذي يحتويه؟ المية ليه بتنسكب من الكوب لو عملنا إمالة للكوب ده؟ هقول السبب لأن قوة تجازب ما بين جسيمات الماء ضعيفة نسبيا السؤال الرقم 5 بيقول لماذا لا يأخذ مكعب السكر شكل الكوب الذي يحتويه؟ طبعا مكعب السكر الحالة اللي موجود فيها هي الحالة الصلبة والحالة الصلبة معروفة أن قوة تجازب ما بين جسيماتها بتكون كبيرة جدا ولذلك بتاخد شكل وحجم ثابت يبقى هالناس قجيبتنا ونقول لأنه مادة صلبة وقوة تجازب بين جسيماته كبيرة جدا مما يجعل له شكل وحجم محدد السؤال التاني عندنا من سيرة الواجب المنزلي بيقول لأدرس الشكل المقابل جيدا ثم أجب عندي صورة فيها ثلاثة أشكال واحد واثنين وثلاثة وموجود فيهم كرات حمراء دي بتمثل جسيمات المادة الشكل الأول اللي هو تحت رقم واحد جسيمات المادة المسافات اللي ما بينها متوسطة أما الشكل التاني المسافة البينية ما بين كل جسيم والتاني بتكون صغيرة جدا والشكل تلاتة المسافة ما بين الجسيم والتاني كبيرة جدا وأيضا المسافة ما بين كل جسيم والتاني كبيرة جدا يبقى الحالة الأولى للمادة دي بتمثل الحالة السائلة والتانية الشكل التاني بيمثل الحالة الصلبة والشكل رقم تلاتة بيمثل الحالة الغازية الأسئلة اللي عندي بيقول لي يمكن ضغط المادة رقم نوعات أي حالة من حالات المادة يمكن ضغطها بالطبع هي الحالة الغازية يبقى هاختار الشكل رقم 3 السؤال التين المادتين نقط ونقط يطلق عليهم مصطلح المواقع مين من المواد الثلاثة اللي قدامي في الصورة بنقول عليهم مواقع لهم قدرة على الانسياب واخذ شكل الاناء الحاوي لهم هما المادة السائلة والمادة الغازية يبقى هقول له المادتين دول المادة رقم واحد والمادة رقم 3 السؤال التالت تحتفظ المادة نقط بحجم وشكل ثابتين واحدة من الحالات الثلاثة للمادة لها حجم ولها شكل ثابت لان قوة تجازب ما بين جسيماتها بتكون كبيرة والمسافات البينية ما بين الجسيمات بتكون صغيرة جدا هي المادة الصلبة يبقى هنكتب الشكل رقم 2 السؤال رقم 4 بيقول لي اكثر المواد انتشارا هي المادة نقط بسبب نقط واحدة من الثلاث حالات اللي موجودين للمادة بتكون اكتر مادة منتشر اوليها قدر على الانتشار هقول له هي المادة الغازية اللي هي رقمها 3 السبب في ذلك المسافات الدينية ما بين جسيماتها بتكون كبيرة جدا وكده اصدقائنا الازلين يكون شوفنا مع بعض حل التقييم الاسبوع للاسبوع الاول والتاني وكمان اسئلة الواجب المنزلي للاسبوع الاول والتاني ايضا فضلا بنسعد بتفاعلكم معينا من خلال الضغط على رمز عجبني علشان ده بيساعد الفيديو ان يوصل لكل زملان علشان يستفيدوا كمان تقدر تشارك المحتوى مباشرة مع كل اصدقات لو استخدمت رمز المشاركة اما لو كنت اول مرة تشوفنا وحبيت انك تنضم لأسرتنا نسعد بنضمامك من خلال ضغطك على رمز السابسكرايب او اشتراك الموجودة اسفل الفيديو ايضا على امل اللقاء بكم بذل الله تعالى في الحلقة القادمة وحتى ذلك الموعد تقبل واطب تحياتي لكم جميعا واصدقوا منياتي القلبية لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته